كشف مسؤول عراقي عن تسلم رئيس الوزراء محمد شيع السوداني تهديدا أمريكيا للفصائل المسلحة بطربات قاسية في حال أوصلت تصعيدها ضد مصالحها في المنطقة نفذا إلى أن السودان وعد بحماية قوات الولايات المتحدة ومصالح واشنطن من أي تهديد مرتقب بشرط عدم التعرض لأي فصيل مسلحة نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن المسؤول العسكري العراقي قول إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أدد خلال اتصال أجراه مع السوداني بتوجيه ضربات قاسية للفصائل العراقية في حال استمرت بالتصعيد ضد القواعد العسكرية والمصالح الأمريكية